التساعة صباحا بتوقيت القاهرة أسابع بتوقيت جناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعربت مصر عن أسافها البالغ لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقد الفيتو وأكدت مصر في بيان عن وزارة الخارجية أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني والذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من سبعين عاما كما اعتبرت مصر أن إعاقة قرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاطق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال والتواصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية وطلبت مصر لأطراف الدولية الدعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية استخدمت الولايات المتحدة حق النقد الفيتو لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وصوت مجلس الأمن الدولي على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الأممية حيث صوت لصالح القرار 12 دولة وامتنع الدولتان عن التصويت في حين استخدمت وشانطن الفيتو وأفقا لمثاق الأمم المتحدة يتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى لتسعة أعضاء من المجلس الأمن من أصل 15 عضوا بشرط أن لا يصوت أي من الأعضاء الدائمين الخامسة ضد الطلب أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأكدت فلسطين أن البيتو الأمريكية تحدى إرادة المجتمع الدولي والذي يؤيد بقوة فصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة حيث تعترف أغلبية دول العالم بالدولة الفلسطينية شددت الرئاسة الفلسطينية على أن هذه السياسة الأمريكية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروع تمثل عدوانا صارخا على القانون الدولي وتشجع على استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الدفاة الغربية بما فيها القدس المحتلة وتزيد في دفع المنطقة إلى شفاء الهوية أعرب الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيت عن أسافه لاستخدام الولايات المتحدة للفيتو لإعاقة الإرادة الدولية بالموافقة على حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وقال أبو الغيت في تغريدة على حسابه الرسمية بمنصة X إنه لا أمر مؤسف للغاية أن يتم استخدام الفيتو لإعاقة إرادة دولية واضحة بالموافقة على انضمام فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة مضيفا أنه يعلم جيدا أنها كانت مجرد خطوة في طريق كفاح سياسي طويل سينتهي حتما بانتصار الإرادة الفلسطينية والمدعومة عربيا ودوليا صراحة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا بأن عشانطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين بعد تصويتها في مجلس الأمن الدولي ضد قابول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة وقال نبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن واشانطن باستخدامها حق النقد للمرة الخامسة منذ بداية تفاقم الوضع في غزة أظهرت تأمرة أخرى موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين أفادت وكلة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بعدم وقوع أضرار كبيرة في إيران بعد تقارير عن سماع دوي انفجارات قرب مدينة أسفهان وتفعيل الدفاع الجوي في بعض المناطق بالبلاد وأضف مسؤول إيراني أن بلاده أسقطت عددا من المسيرات وأنه ليس هناك هجوم صرقي في الوقت الحالي وأكدت إيرنا أن المنشآت المهمة في أسفهان خاصة المنشآت النووية آمنة تماما ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث هناك أيضا نقلت وكالة رويترز عن التلفزيون الرسمي الإيراني قوله أنه تم رصد ثلاث مسيرات في سماء أسفهان وجرى تفعيل منظومة الدفاع الجوي وتدمير المسيرات في السماء طلبت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من موظفيها وعائلتهم الحد من تنقلاتهم في البلاد يتي ذلك بعد ساعات من الإبلاغ عن انفجارات في إيران نسبها مسؤولون أمريكيون إلى إسرائيل حيث أوضحت السفارة في بيان أنها قد تفرض قيود أو منع الأشخاص المعنيين من السفر إلى أجزاء من إسرائيل ومدينة القدس القديمة والضفة الغربية المحتلة وذلك نظرا إلى البيئة الأمنية المعقدة التي يمكن أن تتغير بسرعة توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا لرئاسة الجنب المصري المشاركي في أعمال الدورة العشيرة للجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا وذكرت الخارجية في بيان أن شكري سيستهل زيارته بمشاورات سياسية يعقدها مع ناظرات وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا ناديلي باندور حيث سيتم تناول الإطار العام للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا تنعقد كل عامين بالتناوب وتستهدف متابعة وتعزيز آلية العمل المشترك وتعاون في مجالات متعددة لبلموسية وسياسية وأمنية واقتصادية واكتماعية